اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه هو اليوم الاخير؟ وايه هي الاحداث المرتبطة باليوم ده؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة عن القيامة النهائية والديونة اشتركوا في القناة 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 ابراهيم لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله تمام اذا كان ابراهيم ابو المؤمنين بحسب التعليم الكتابي في العهد القديم والعهد الجديد كان مؤمن بالقيامة وكان منتظر المدينة السموية لدرجة انه في عدد 19 كاتب العبرانين بيكمل عنه وهو رايح يقدم اسحاء وهو مجرب في عدد 17 بيقول بالإيمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب في عدد 19 بيكمل الكلام ويقول حسب ان الله قادر على الاقامة من الاموات اذا ابراهيم ابو المؤمنين كان مقتنع بالقيامة من الاموات وده مش بس رد على ان المؤمنين العهد القديم عموما كانوا مؤمنين بكده لكن حتى في الاصفار الخمسة الاولى اللي عارفين انه بعض الجماعات اليهودية زي الصادقين ما كانوش بيؤمنوا بالقيامة الاموات لانهم فقط بيؤمنوا باصفار موسى الخمسة فاصفار موسى الخمسة كاتب العبرانين بيقول لنا ان دائما ان ابراهيم وهو رايح يقدم اسحاء عارف ومقتنع انه الله قادر على القيامة اقامة من الاموات كمان في شاهد تاني في نهاية العهد القديم عشان يبقى جبنا العهد القديم من اوله ومن اخره في دانيال 12 واحد من الاصفار التي كتبت في وقت متأخر بيقول في الصحل 12 وعدد اتنين وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون هؤلاء الى الحياة الابدية وهؤلاء الى العار للازدراء الابدي والشاهد ده الحقيقة هنجعله في وقت تاني في بعيد الحلقة زي ما هنتابع مع بعض مش بس كده لكن في مشهد اقامة العاذر بنقر مع بعض شاهد آخر في يحنى 11 لما الرب يسوع المسيح كان بيتكلم مع مارثة وهي متألمة بسبب موت العاذر عايز ماريان بعد اذنك تقرلنا الاعداد من 23 في الاصحاح 11 قال لها يسوع سيقوم اخوكي قالت له مارثة انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير فقال لها يسوع انا هو القيامة والحياة من امن بي ولو مات فسيحيى اذا بوضوح ايمان المؤمنين في العهد القديم والايمان الاستمر عند لحد القرن الاول في وقت يسوع المسيح كان انه المؤمنين سيقوموا من الاموات ومش بس المؤمنين دانيال بيقول لنا ايه دانيال بيقول لنا في ناس اللي هم المؤمنين هيقوموا للحياة الابدية والاشرار هيقوموا للعار للازدراء الابدي اذا تعليم القيامة ليس تعليم مستحدث في العهد الجديد لكن في العهد القديم والجديد طب حسب التعليم بتاع الكتاب المؤدس ايه هي الاحداث بتاعة اليوم الاخير الحقيقة الاحداث اللي هتحصل في اليوم الاخير أحداث متعددة جدا فزي ما تكلمنا وقلنا أنه الأبرار هياخدوا أجساد ممجدة على شب جسد المسيح المقام الأشرار هياخدوا جسد وبالتالي بالجسد ده هيكتازوا للعذاب والدينونة الأبدية مش بس المؤمنين هيكون لهم جسد كمان الأشرار لكن في أحداث كتيرة في اليوم الأخير كلها متمحورة حوالين المسيح فبنشوف أنه المسيح هو الشخصية المحورية في هذا اليوم المسيح هو الديان المسيح هو اللي هيحاسب كل البشر هنقرأ على سبيل المثال في يحنة 5 ممكن أندو يقرأ لنا يحنة 5 26 27 الشاهد ده بيتكلم عن إزاي أنه المسيح هو اللواخ التفويد الدينونة وهو الشخصية المحورية الديان في هذا اليوم لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان جميل جدا أنه لقب ابن الإنسان اللي البعض بيعتقد خطأ أنه مطبط بنسوة يسوع المسيح هو اللي بيستدعي شخصية ابن الإنسان في دانيال 7 اللي هو هيملك مع القديم الأيام مع الله وهيكون كل الشعوب بتتعبد وبتسجد ليه فالرب يسوع المسيح بصفة الديان ابن الإنسان هو لليه حق الغفران وهو لليه حق أنه يدين ودي صورة الحقيقة بتستدعي على طول الزهن سفر دانيال اللي فيه كل الأمة مشعوب هتتعبد لابن الإنسان كمان بنلاحظ أنه فيه آيات تانية في تموساوس التانية أربعة واحد بوليس الرسول بيتكلم فيها عن إزاي أن المسيح هو ديان الجميع تموساوس التانية أربعة واحد تموساوس التانية أربعة واحد ممكن تكررنا ما يعني الشاهد أوكي أكيد أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته أنا بصراحة لما بتخيل أو دايما كنت بتخيل اليوم الأخير ده بالذات كمؤمنة أن اليوم ده هيبقى يوم مبهج جدا بتخيل أن أنا عايشت حياة ورادي فيها تقديس وفيها قرب من الله فأنا صعب شوية أن أنا تخيل أن اليوم ده هيبقى يوم بقابل فيه المسيح اللي بيدني وأنا مؤمنة فعلاً الوضع الغالب في الكنعيس إن إحنا دايماً بنتكلم عن المسيح المخلص المسيح اللي بيغفر لكن الحقيقة في الكتاب المقدس وبالذات في اللقب المفضل يسوع المسيح في الأناجيل الإيزائية لقب من الإنسان الغفران والدينونة مرتبطين مع بعض واجهين لعملة واحدة الشخص اللي ليه حق أنه يدين هو الشخص اللي بمنح الغفران وبنشوف ده بوضوح جداً في الأناجيل فالرب يسوع المسيح هو أكتر شخص في العهد الجديد عموماً اتكلم عن الدينونة مش بس كده الرب يسوع المسيح هو أكتر شخص استخدم تعبير ويل لكم وفي صح واحد متى 23 كرروا حوالي 8 مرات بنفس عدد التطويبات اللي في المعازة على الجبل ويلات للفرسيين والكتبة في متى 23 بس عندي سؤال هل ده معناه أن اليوم الأخير بالنسبة للمؤمن مش هيكون يوم مبهج يعني أنا الآن برضو يعني أنا بالنسبة لي أول ما أشوف الرب يسوع اللي خلصني وأن أنا بقيت في محضره وأن أنا بقي عندي استمتاع أفضل بالحياة الأبدية اللي استمتعت بيها هنا على الأرض وبكملها في السماء معاه أنا بتهايلي فعلاً أنا هيبقى فيه يوم مبهج بس إزاي يعني إزاي الكتاب بيتكلم أنه هو يوم مبهج وفي نفس الوقت الأبرار هيكونوا بيدانوا الحقيقة الدينونة بتاعة الأبرار مش هتكون دينونا للعقاب لكن المقصود بيها أن احنا بنعطي حساب عن أعمالنا وأن المؤمنين بيكافؤوا عن الأعمال اللي عملوها أعتقد من الشواهد المهمة اللي محتاجين نقراها كورونسوس تانية خمسة عشرة أندرو ممكن يقرأ لنا الشاهد ده واللي فيه بوليس الرسول بيواجه كلامه لكنيسة كنيسة أهل كورونسوس كورونسوس التانية خمسة عدد عشرة لأنه لابد أننا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً الحقيقة هنا بيتكلم عن إزاي أن احنا هنظهر أمام كرسي المسيح فبالنسبة للأشرار هيكون كرسي المسيح كرسي دينونة لكن بالنسبة للمؤمنين هيكون فرصة للمكافآت وإزاي أنه كل واحد هينال الأكليل اللي فيها هيكافأ عن تعبه وعن الإيمان وحياة التلمزة والتبعية اللي هو عاش بيها كتلميذ للرب يسوع المسيح فالحقيقة حتى بالنسبة للمؤمنين مشهد كرسي المسيح مشهد مفرح ومبهج مش ضد أبداً الفرح والبهجة اللي بننتظرها في اليوم الأخير طب هل الجميع في اليوم ده هيبقوا جايين مع بعض ودينونة الأبرار والأشهر هتحصل في نفس الوقت؟ ده سؤال مهم لأنه بحسب فكر شائع جداً في المدرسة التدبرية بيعتقد أنه في أكتر من دينونة على سبيل المثال في دينونة اسمها دينونة الأمم اللي في متة 25 والدينونة دي تحدد مين اللي هيدخل الملك الألفي في دينونة تانية بتتكلم عن أعمال المؤمنين اللي احنا لسه قررينها في كنصة تانية 15 والدينونة الأخيرة هي دينونة العرش الأبيض العظيم اللي في نهاية الملك الألفي في رؤية 20 من 11 ل15 تعالوا مع بعض نبص على الشاهد اللي بيعتقد أنه بيتكلم عن دينونة الأمم ولا يحدد دخولهم الملك الألفي ولا لأ نرى مع بعض متة 25 من 31 ل46 الشاهد ده لو دققنا النظر فيه بيتكلم فيه الرب يسوع المسيح وبيقول ومتى طبعاً الفقرة طويلة جداً فأنا أحاول أختار آيات محددة بيقول في بداية الفقرة من عدد 31 ومتى جاء ابن الإنسان في مجدهي وجميع الملائكة القدسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجدهي ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء أعتقد أنه التسمية جميع الشعوب هي علة اعتقاد البعض أنه دي دينونة الأمم لكن لما اندقق هلاقي أنه الرب يسوع المسيح بيتكلم عن أشخاص بعينهم عن أشخاص بعينهم وفي عدد 41 مش بينادي مش بينادي على أمم لكن في عدد 41 بيقول يقول الذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته هنا واضح أنه مش بيتكلم عن الناس هتدخل ملك ألفي ولا لأ لكن الناس هتدخل للنار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ويعدد بعد كده الأسباب ثم يقول في الآخر في عدد 46 فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية إذن واضح أن النص مش بيتكلم على دينونة شعوب هتدخل ملك ألفي ولا لأ لكن عن أفراد هيدخلوا لعذاب أبدي وأبرار إلى حياة أبدية الحقيقة كمان تعبير إخوتي الأصاغر هو التعبير اللي بيعتقد أنه بيتكلم عن اليهود فترة الضيقة العظمة لكن القارئ اللي بيدأ في إنجيل متى هيلاقي أنه تعبير إخوتي الأصاغر هو التعبير المفضل للرب يسوع النسيح بيتكلم فيه عن التلاميذ مش بيتكلم عن اليهود في فترة الضيقة العظمة في متى 10-42 شاهد واضح ربي يسوع بيشير فيه للتلاميذ عن أنه هم إخواته وشاهد أخير في متى 12 من 46 لخمسين لما الرب يسوع المسيح بيقول هؤلاء اللي بيفعلوا مشيئة الآب هم دول أبي وأختي وأمي إذن لازم ناخد بالنا من إزاي التعبير اللي يستخدم في طول الإنجيل كله دينونة الأبرار ودينونة الأشرار هيحصلوا في نفس الوقت من هو الإنسان خائف الإله رب لا يقوده في ذي الحياة في طريق الحق حسب ممتغى إهديني بالروح والحق أعطان عندي سؤال بنسبة لكلمة دينونة الأشرار ودينونة الأبرار إحنا كررنا نفس اللفظ دينونة للأبرار ودينونة للأشرار هل اللفظ دوت صحيح إن إحنا نربطه بالأبرار ونربطه بالأشرار وهل نفس نوع الدينونة إن صح التعبير هو للأبرار وهو للأشرار سؤال مهم جدا أشكرك عليه وأحب أوضح طبيعة اللغة نفسها اللغة بطبيعتها مارنة بمعنى إنه لما أستخدم تعبير الدينونة عن الأبرار وعن الأشرار أنا ما بقصدش إنه هم هيدانوا بمعنى هيعاقبوا كلمة دينونة في المقام الأول كلمة مميزة كلمة شخص بيفرز بيفرز ما بين الجيد والثمين والأمر الرضيء على سبيل المثال لما قرينا مع بعض متى 25 من 31 لـ 46 ابن الإنسان هيجي هيعمل إيه؟ هيدين في الدينونة دي هيميز ما بين الأبرار وبين الأشرار عمل الدينونة كعمل مميز هو ده اللي إحنا بنقصده لما بنتكلم عن الدينونة مش بنقصد إن الأبرار هيعقبه أبداً لأنه بقيت السياق بيقوليه هو جاي كديان لكن الأبرار هيمضوا إلى حياة أبدية والأشرار إلى الهلاك عذاب طبعاً حلاك أبدي أو عذاب عشان كده مهم ناخد بالنا إزاي إنه في أحداث متتابعة متلاحقة كتيرة جداً هتكون في اليوم الأخير زي ما اتفقنا المسيح هو الديان للأبرار والأشرار زي ما شفنا في يوحن 5 26 و27 ومتى 25 و31 لـ 46 هنشوف كمان إنه الدينونة هتكون عادلة وهتكون علنية وفكرة العلنية في الدينونة واضحة جداً في الكتاب المقدس لأنه الله في الدينونة بيتمجد بمعنى إنه عادلة الله إنصافه للمظلومين إزاي إنه الأشرار مش هيفلتوا بشرهم ولا بأعمالهم اللي دمرت العالم وأهانة مجد الله في الأرض هتعدي كده مرور الكرام لكن في اليوم الأخير كله هيشوف المشهد ده وهنتكلم في النهاية إزاي إنه ده هيكون سبب تعزية عظيمة للمؤمنين مش بس هيكون بمجد الله فهنشوف إنه إزاي إنه حتى في علنية وعدالة دينونة الله هيكون فيه تفاوت في العقاب ودي حاجة مش بتقول إنه يعني فيه ناس أشرار هيكونوا في عذاب يعني خفيف شوية الحقيقة كل انفصال عن الله هو جحيم هو عذاب واضح لكن الله في رحمته وفي عدله بيميز ما بين درجات متفاوتة من الدينونة على سبيل المثال الرب يسوع المسيح نفسه زي ما قلنا اتكلم عن صور وصيدة ليهم حالة أكثر احتمالا من كرزين وبيت صيدة كمان نفس الفكرة قالها عن كفر نحوم في يوم الدين وقال إن هيكون لها وضع أسوأ من وضع سادو معمورة فالتفاوت في العقاب بيعرفني إنه الله عادل وكل عمل وكل فكر وكل كلمة رضية الإنسان سيعطى عنها حسابا هل بالمقابلة زي ما في دينونة متفاوتة هل في مكافآت متفاوتة أعتقد إنه دي فكرة واضحة جدا بوليس الرسول تكلم عنها لما كان بيتكلم عن زي إنه أعمال بعض المؤونين هتكون تبنوا أش هتحترق كما بنار لكن في ناس أعمالهم اللي بنوها على أساس المسيح فهنا عايز أقول بوضوح إنه الأساس اللي الأبرار هيدخله فيه للحالة الأبدية هو بر المسيح نفسه لكن على أساس الإمام بالمسيح فيه مؤمن هيكون بيبني بناء بحجارة كريمة وهتكون بتكتاز نار الله الممحصة وهتستمر وفيه ناس تانية عملها تكون زي تبنوا الأش وهتتحرق هيخلص لكن زي ما كتاب بيقول كما بنار أعماله دي مش هيكلة عليها فده اللي بيظهر التفاوت في المكافآت للأبرار عندي سؤال شرير شوي فضل بما أنه اليوم ده هيبه يوم العدل وربنا هيكون عادل هل المؤمنين والأبرار هيشوفوا دينونة الأشرار ويفرحوا هيشوفوا عدل الله في اللحظة دي ويقولوا أخيرا أخيرا يا رب كل الظلم اللي احنا تعرضنا له السنين حياتنا شوفنا العدل في اللحظة دي وأوضيفك من الشعر بيتا وهل صح أنهم يفرحوا بالضبط طيب تعالوا أبعد نشوف كلمة الله نفسها بتقوليه هي أزيدك من الشعر بيتا مزمور 58 10-11 مزمور 58 10-11 ليه مهم أنه المحاكمة تكون علنية واضحة وليه ده بيمجد الله ومهم يحصل عفقة الدينونة اللي بيكلم عنها مزمور 58 مش الدينونة النهائية لكنها بترد على نفس المبدأ ليه مهم أنه المؤمنين يشوفوا أن الأشرار بيدانوا ويشوفوا ده بعنيهم ويشوفوا عدالة الله ويمجدوا الله على هذه العدالة مزمور 58 عدل عشر بيقول يفرح الصديق إذا رأى النقمة ويكمل ويقول في عدل 11 يقول الإنسان أن للصديق ثمرا أنه البر الله بيجازي عليه خير اسمع معي أنه يوجد إله قاضي في الأرض كم مرة سمعت ناس بتتقلم من الظلم بتتقلم من غياب العدل بتتقلم من أنه فيه أشرار بيستغلوا الأبرياء وبيستغلوا الضعفاء وبيستغلوا الفقراء وحياتهم بتزدهر الحقيقة مش بس أنت وأنا اللي بنفكر الفكرة دي كتير من المزمير مزمور 73 و37 المرنم أساف كان بيسأل نفس السؤال والحقيقة أن السؤال ده مش بس سألوا المرنمين في سف المزمير لكن سفر الرؤية كمان بيحكلنا عن رد فعل المؤمنين في السماء لما يشوفوا العقاب بيقع على شر الأشرار وهنا المميز في الآية اللي هنقراها من سفر الرؤية والمقطع اللي هنقراها من سفر الرؤية أنه ربما يقول البعض أنه يمكن المرنم في مزمور 58 مش ناضج شمتان لسه بقى إنسان ولسه طبيعة الخطية فيه ما عندهش النطج الروحي لكن تعالوا شوفوا معايا المؤمنين في السماء اللي ما فيش احتمال ولو بسيط أن يكون عندهم خطية أو تشفي رد فعلهم إيه لما الله هيدين الدينونة النهائية بتاعته رؤية 19 ممكن أندرو يقرأ من عدد 1 لعدد 4 وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا لأن أحكامه حق وعدل إذ دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها وقالوا ثانية هللويا ودخانها يصعد إلى أبد الأبدين وقرى الأربعة وعشرون شيخا والأربعة حيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين أمين هللويا وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيدي الخائفي الصغار والكبار في السماء تهليل وتسبيح والمرة الوحيدة في العهد الجديد اللي بنسمع فيها هللويا مرتين ده في اليوم للرب يسوع المسيح دان فيه الزانية على كل شرها ودي ناس ما فيش جواها ضعف روحي أو عدم نضج والحقيقة ده هياخدنا لفكرة أنه فكرة الانتقام في حد ذاتها لما كتاب مقدس بيقول لنا لا تنتقموا لنفسكم أيها الحباء دي مش لأنه الانتقام في حد ذاته خطأ لكن لأنه بساطة الانتقام مش دوري ليه النقمة وأنا أجاذي يقول الرب لكن الانتقام في حد ذاته ليس شرا طب ليه مهم في حياتنا هنا دلوقتي نعرف إن اليوم الأخير ده جاي وإزاي نستعدله الحقيقة فيه تطبيقات كتيرة جدا بنخرج بيها من موضوع القيامة النهائية والدينونة أول تطبيق وهو يمكن يعدي علينا إنه الجسد في حد ذاته لأن القيامة هي اتحاد الجسد بالروح الجسد في حد ذاته ليس شرا ما هو الشر والحقيقة بعض الفلاسفة الغنوصيين كانوا بيعتقدوا إن القيامة هتكون قيامة غير جسدية وأروحنا هتدوب في الكيان اللي نهاية اللي اسمه الله اللي أحيانا حتى ما كانش بيكون شخص لكن بالنسبة لنا كمسيحيين الجسد الرب هو اللي خلقه والرب هيفدي أجسدنا في القيامة الأخيرة حاجة تانية نلاحظها إنه إنكار فكرة الدينونة والانتقام فكرة شيطانية فكرة شيطانية وبتحرم ناس كتير من الاهتمام برسالة الإنجيل وبتحرم ناس كتير من إنها تفكر ولو للحظة إنه بما إنه فيه يوم دينونة جاي فأنا محتاج أفكر يا ترى مصيري هيكون إيه في يوم الدينونة والعقاب فما نقللش من قيمتها وهي جزء أصيل من رسالة الإنجيل ما فيش مرة تكرز برسالة الإنجيل في سفر الأعمال إلا لما كانت الدينونة عنصر أساسي من عناصر الإنجيل في النهاية أحب أختم معاكم بموقف الحقيقة لفت نظري جدا حصل من سنتين في نهاية شهر يناير لحظت إعلان القضية الأمريكية روزماري أكولينا على الحكم بالسجن على الطبيب الأمريكي اللي كان اسمه لاري نصار وهو كان الطبيب السابق بفريق الجنباز الأمريكي الطبيب دا كان متهم بتهم كتيرة متعلقة بالتحرش القاضية وهي بتتكلم بمنتهى الحسب وبمنتهى الحزن قالت الكلمات الآتية لست جديرا بمعالجة كلابي حتى سيدي لقد تجاوست أقصى حد من العقوبات التي حكمت بها في حياتي وكانت ماءة عام فقط سيدي أحكم عليك بمية خمسة وسبعين عاما أي ألفين ومئة شهر وقعت للتو أمر إعدامك لأنك لا تستحق السير خارج السجن مرة أخرى أبدا لا يمكنك إرجاع براءتهن شبابهن تتكلم عن الفتيات اللي تحرش بيهم لا يمكنك إرجاع حياة أب أو حياة إحدى ضحاياك عندما انتحرت كنت تعرف أن لديك مشكلة منذ أن كنت بعمر صغير حتى قبل أن تصبح طبيبا كنت قادرا على إبعاد نفسك عن الإغراء ولم تفعل ذلك بتختم القاضية كلامة وتقول يشرفني أن أدينك وأعلن عقوبتك عايزة أسأل سؤال حدي يفتكر معايا رد فعل الناس اللي كان بتسمع الحكم ده إيه في وجهة نظري ممكن يكونوا سقفوا هل كان في حزن ولا فرح فرح الحياة كان فيه لتنين أتوقعك الرب نفسه لا يصر بموت الشرير الرب نفسه في كتاب المقدس بكى على أرشاليم وهو بيعلم دينون عليها لكن رغم ذلك وهو بيبكي على أرشاليم إلا أنه مجده وعدله مش ممكن أبدا يسمحه أن الدينون هتعدي الحقيقة برغم أنه الإنسان مش هو المعيار للصواب والخطأ ولصلاح الله إلا أنه حدثة زي حدثة الحكم على لاني نصار واللي حصل بعدها أنه الضحايا بقوا بيحضنوا بعض وامتزجت الدموع بالفرح مرة تانية بنشوف الدموع والفرح الراحة اللي جات نتيجة التعزية لأنه العدل خاد مجراه لما بنرفض الدينونة إحنا بنرفض جزء أساسي من شخصية الله جزء ما نقدرش إحنا حتى نعيش بدونه في هذا العالم السقط شكرا جدا يا دكتور جورج إحنا فعلا استفدنا أن إحنا نفهم أكتر إيه هو اليوم الأخير وإيه هي الدينونة الحقيقة اللي الله هيدين بيها العالم كله شكرا لي شكرا في الختام عندي تشجيعين لكل أخ وكل أخت بيسمعني عندي تشجيع لكل أخ فعلا اختبر المسيح في حياته نفسي تعرف كويس قوي أن كل عمل وكل تعب وكل مجهود بتبذله لأجل مجد المسيح في يوم من الأيام هتكافأ عنه في يوم من الأيام فعلا ستعطي عنه حسابا عشان كده شجعك اعمل أعمال تمجد المسيح واطلب من الراب بنعمته أنه يشجعك ويديك قوة أنك تعيش كما يحق الإنجيل المسيح لكن كمان حابب أشجع كل أخ وكل أخت لسا أنت بعيد عن المسيح في يوم من الأيام في دينونة حقيقية هتحصل وفيه أعقاب حقيقي هيحصل لو جيت دلوقتي واحتميت في يسوع المسيح المقام من بين الأموات فعلا هتعرف ترنم مع كل مؤمن حقيقي وتقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع وعايز أشجع كل شخص لسا بعيد عن المسيح عايز أقولك في دينونة ودينونة عادلة ودينونة حقيقة هتحصل في يوم من الأيام لكن تقدر دلوقتي لو جيت للمسيح معترف بخطيتك معترف بكل فساد جواك تيجي وتقوله أنا جاي وبقبلك في حياتي بحق وحقيقي هتقدر تتغنى وترنم وتعلي صوتك بصوت عالي وتقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع وساعتها هتضمن وهيبقى عندك رجاء أن يكون ليك مكان مع المسيح في الأبدية افتكر طول الوقت أهم حاجة وأعظم حاجة هي أنك تعرف الرب وأنك تعرف طرق الرب ارفع قلبك وصلي طول الوقت وفي كل لحظة وقوله كده طرقك عرفني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر